بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي في الله نشرت المجلة الأوروبية لأمراض الجهاز التنفسي دراسة عجيبة حول أسرار الحب السوداء لقد وجدت بالفعل أن تناول الحب السوداء بانتظام يؤدي إلى تحسين أداء الرئتين ويعالج ضيق التنفس بشكل مذهل بل إن مرضى الربو وجدوا تحسنا ملحوظا بعد تناول هذه الحبة السوداء أما في ألمانيا فيؤكد الخبراء أن الحبة السوداء أو حبة البركة هي دواء للكثير من الأمراض وخاصة زيت الحبة السوداء بسبب القيمة الغذائية العالية والخصائص الطبية المذهلة حيث يقول الباحثون إن حبة البركة أو الحبة السوداء تستعمل كمخفف للآلام زيتها يساهم في عملية التئام الجروح وعلاج آثار الحروق الخطيرة الناتجة عن الأسلحة الكيميائية وإن تناول الحبة السوداء يقلل أيضا من الآثار الجانبية الناتجة عن إدمان المخدرات لقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة جدوى طريقة العلاج ضد بعض أنواع السرطان كسرطان الأمعاء حيث تعمل الحبة السوداء على وقف نمو الخلايا السرطانية ومنع انتشارها في الجسم وتعمل كمضاد حيوي قوي يقول الخبراء الحبة السوداء تحوي على الكثير من المواد الغذائية المهمة للجسم بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والبروتينات النباتية وبعض الأحماض الدهنية غير المتشبعة تناول الحبة السوداء بانتظام يمنع نمو أنواع من السرطان كما أوضحت تجارب أجراها علماء في مختبر علاج السرطان بالطرق الإحيائية في ولاية جنوب كاليفورنيا الأمريكية وذكر العلماء أن للحبة السوداء تأثيرا كبيرا على إنتاج خلايا الدم والتقوية مناعة الجسم ضد السرطان والفيروسات الخبراء ينصحون بتناول كميات قليلة من حبة البركة إما بطحنها أو برش بذورها على المواد الغذائية أو مع السلطات ويمكن طحن حبة البركة ومزجها مع الماء وشربها أيضا وينصح خبراء من ألمانيا بتناول حبة البركة يوميا قبل ساعة من وجبة الطعام كما يمكن مزج دهون البذرة مع العسل للتخفيف من الطعم اللاذع لها وفي حالات العلاج من أمراض السرطان ينصح بتناول ملعقة حبة البركة ثلاث مرات في اليوم وحسب أحد المواقع المهتمة بالعلاج الطبيعي فإن الحبة السوداء هي علاج لأكثر من مئة مرض فالحبة السوداء تتميز بالخصائص التالية عدوا معي أيها الأحبة مضاد حيوي مانع تأكسد مضاد للبكتيريا والفيروسات مضاد للتخثر مضاد للربو والتحسس مضاد فطري قوي مقوي لنظام مناعة الجسم بالإضافة للكثير من الفوائد التي تشمل صحة القلب والجهاز العصبي وجهاز الهضم ولعلاج الجلد ومضاد طبيعي للالتهابات وقاتل طبيعي للخلايا السرطانية وعلاج للعقم أيضا كما أن بعض الدراسات تؤكد فوائد زيت الحبة السوداء لعلاج الأمراض الجلدية وعلاج جفاف الشعر وحتى علاج حالات الإسهال المزمن الناتج عن البكتيريا الضارة زيت الحبة السوداء أيضا يخفض ضغط الدم العالي ويعالج الأرق بالإضافة إلى قائمة طويلة يطول ذكرها فكما يقول هؤلاء الباحثون تكاد هذه الحبة السوداء أن يكون فيها علاج من كل داء والآن أيها الأحبة ماذا قال النبي الكريم عن هذه الحبة السوداء هناك حديث عظيم لحبيبنا عليه الصلاة والسلام يؤكد فيه القوة الشفائية لهذه النبتة المباركة حيث يقول في الحبة السوداء شفاء من كل داء رواه البخاري المسلم والسؤال أيها الأحبة ألا يستحق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كل تقدير واحترام أنه نبه على فوائد هذه الحبة السوداء في زمن لم يكن أحد على وجه الأرض يعلم شيئا عن هذه الفوائد الطبية لا نملك أيها الأحبة إلا أن نقول صلى الله عليه وسلم حبيبنا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيدة